عند استخدام معالج قاعدة البيانات Database Wizard لإنشاء قواعد البيانات يتم إنشاء النموذج Main Switchboard تلقائيا ويحتوي النموذج Main Switchboard على المفاتيح التي تسمح لنا بفتح النماذج والتقارير وإغلاق قاعدة البيانات بالإضافة إلى مفاتيح لتخصيص النموذج Switchboard وعند إنشاء قاعدة البيانات بدون استخدام معالج قواعد البيانات سوف يمكننا إنشاء النموذج الأساسي Main Switchboard لقاعدة البيانات باستخدام Switchboard Manager ولعمل ذلك نفتح قائمة Tools ونختار Switchboard Manager من القائمة الفرعية Database Utilities ثم نضغط على المفتاح Yes لبدء إنشاء النموذج Switchboard ومن هذا المربع الحواري نضغط على المفتاح Edit فندخل اسم لنموذج في هذه الخانة وليكن Sales Database Switchboard ثم نضغط New فيظهر المربع الحواري Edit Switchboard Item لإضافة مفاتيح لنموذج وتحديد الأمر الذي سيتم تنفيذه بواسطة هذه المفاتيح فندخل اسم أو المفتاح في الخانة Text وليكن Orders ثم نختار الأمر الذي سيتم تنفيذه عند الضغط على هذا المفتاح من القائمة Command فنختار الأمر Open Form in Edit Mode مثلاً وعند اختيار هذا الأمر تظهر قائمة أخرى أسفل هذه القائمة وهي القائمة Form في هذه الحالة فنختار النموذج الذي نريد فتحه عند الضغط على هذا المفتاح وليكن النموذج Orders ونضغط OK ولإضافة عنصر آخر إلى النموذج الأساسي لقاعدة البيانات نضغط على المفتاح New ونقوم بعادة تنفيذ نفس الخطوات السابقة لإضافة مفتاح جديد فندخل Customers في الخانة Text ونختار Open Form in Edit Mode من القائمة Command ثم نختار النموذج Customers من القائمة Form ويمكننا إضافة العديد من المفاتيح لفتح النماذج أو التقارير أو لتشغيل كود معين بنفس الطريقة وبعد الانتهاء من إضافة المفاتيح التي نريد إظهارها دافة النموذج الأساسي لقاعدة البيانات نضغط على المفتاح Close ونضغط Close مرة أخرى وكما نرى أنه تم إنشاء نموذج جديد بالاسم Switchboard ولفتح هذا النموذج نضغط ضغطا مزدوجا على اسم النموذج فيظهر النموذج وتظهر به جميع المفاتيح التي أضفناها وبالضغط على أي من هذه المفاتيح يتم فتح النموذج المرتبط به ويمكننا إجراء التعديلات التي نريدها على النموذج الأساسي ولعمل ذلك نغلق هذا النموذج ثم نفتح القائمة Tools ونختار Switchboard Manager من القائمة الفرية Database Utilities ونضغط على المفتاح Edit ثم نختار الانصر الذي نريد تعديله من الجزء Items on this Switchboard فإذا أردنا تغيير النموذج الذي يتم فتحه عند الضغط على المفتاح Orders نختار Orders من هذه القائمة ونضغط على المفتاح Edit ومن القائمة Form نختار النموذج الذي نريده وليكن Order Details ثم نضغط OK كما يمكن حذف أي من هذه العناصر باختيار العنصر الذي نريد حذفه من النموذج من هذه القائمة ثم نضغط على المفتاح Delete فتظهر رسالة لتأكيد عملية الحذف فنضغط على المفتاح Yes فيتم حذف العنصر المختار ولحفظ التعديلات والخروج من المربع الحواري نضغط على المفتاح Close ثم Close مرة أخرى وبفتح النموذج Switchboard نلاحظ أنه تم حذف المفتاح Customers من النموذج وبالضغط على المفتاح Orders نلاحظ أنه تم تغيير النموذج الذي يتم فتحه عند الضغط على هذا المفتاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر